يوه يا أكلوب يا جماعة بيلم وراء صلاح بيلم اللي عملوا في صلاح عفوا بيلم اللي عملوا في صلاح بيلم اللي عملوا في محمد صلاح بصيب أكلوب قال إيه في الصراحات إعلامية مهمة جدا قالك إن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولاءه هو قوياً لمنتخب مصر يعني اللي بيسأل محمد صلاح عنده ولاء لمنتخب مصر ولاء يسأل نفسه أنت عندك أنت ولاء لمنتخب مصر ولاء قال لك عشان صلاح هو أكثر لاعب مصري لديه ولااء وانتماء قابلته في حياتي أكثر لاعب مصري عنده ولااء وانتماء قابلته في حياتي يعني الراجل ده بقى يوجد كلهب ده مثلا لما يقوله كلمتين دول بيقولهم ليه إنه مثلا يقوله صراحي ما تطنش المنتخب بقى المطش دوت وخليك مكمل معنا عشان احنا عندنا مطش مهم جدا وده مكروسة للبلس ولا حاجة فتلاقي مثلا إيه صراحي يقوله لأ أنا بتخيل لك الصورة يعني منتخب مصري لأ فهو عشان يقوله كلمتين دول فأكيد حاول مرة مع محمد صراح يعني ياخد ويدي بقى يقوله خليك وسيب المنتخب وخليك ملكز معنا فصراح كان دايما بيقوله لا أودالة دايما بقوله لكم خلال الأيام اللي فاتت نصلاح تحديدا منتخب مصري بالنسبة له مش خط أحمر خط بكل الألوان يعني